كما رأينا في المحاضرة السامبلينج نحن عندنا دلوقتي السيجنال متعرفة عند NTS يعني متعرفة عند 0 و TS و 2 TS و 3 TS وهكذا نعمل مع السيجنال مش فرق معنا كثيرا نحن عندنا دلوقتي سيجنال متعرفة عندنا نسمي السيجنال متعرفة عندنا مجرد X و نحن عارفين أن X عارفة عن X أول حاجة طبعا ناخد منها نحن دلوقتي بقى الاندبندنت بقى الاندبندنت بدلا ما كان تايم بعد الوقتي N و زي ما احنا بتقول N دي بتمثل يعني الـ value بتاعتي رقم كم times TS الـ value نفسها بتاعت X of N يعني اللي هي الـ amplitude signal نفسها ممكن تبقى real number ممكن تبقى complex number ممكن تبقى أي حاجة انا بكلم دلوقتي على الاندكس اللي هو الـ sample index اللي هو كان مقابل للـ time فلما باجي دلوقتي أرسم X of N برسم X of N versus N مش versus time الحاجة التانية ان السيجنال بتاعتي هي discrete time signal defined only at integer values of N ما ينفعش ان انا اقول مثلا والله اذا عندي X of N دي ممكن ناخد N دي بتسوى 1.5 لا ان المفروض ان انا تسوي اما 0 1 2 3 وهكذا أو ناقص 1 ناقص 2 2 3 وهكذا ما ينفعش ان انا تاخد اي values in between السيجنال in between is undefined اوكي فلو انا اخدت السيجنال بتاعتي X of N بنفتكر ان هي برعا X of N T S لها X of T at T بتسوي N T S اوكي دي اللي بنسميها في الاخر X of N هناخد مثال على كده هناخد فيه نبتدي من continuous time signal ونبتدي نعملها سامبلنج ونشوف الاخر discrete time signal بتاعتها عاملة ازاي اوكي فالسيجنال دي برعا نصلي سيجنال زي ما احنا شايفين كده كوزين twice pi T بلس pi over 4 كويس الفريكنسي بتاعتنا هي twice pi radian per second الاميجا بتاعتنا بتسوي الكلام ده والpi over 4 دي برعا phase اوكي فباكي من الجزء بتاع السامبلنج theorem اللي احنا شفناه في المحاضرة اللي فاتت هنلاقي ان احنا عايزين ناخد سامبلنج بيريد مقابلة لتوايس الماكسموم فريكنسي بتاعت الكوزين اوكي وكوزين بايداوي برده لو احنا فاكرين برده من الفورية ترانسورميشن هنلاقي الفورية ترانسورميشن بتاعها عبارة عن 2 impulses كويس واحدة عند twice pi واحدة عند minus twice pi على الاميجا اكسس اوكي فمعنى كده لو انا بشوف دلوقتي السامبلنج بيريد بتاعتي هتساوي كام لازم السامبلنج بيريد بتاعتي تبقى twice اوميجا ماكسموم اللي هي twice اثنين باي يعني تبقى 4 باي اوكي فدي الحاجة الاساسية بتاعتي لو عايز احسب بقى التي اس بتاعتي بتساوي كام التي اس هي عبارة عن twice pi على الاميجا سامبلنج اوكي الاميجا سامبلنج هي عبارة عن twice اوميجا ماكسموم وباسيكلي ممكن اشي بقى الاثنين من هنا والاثنين من هنا عشان هتبقى twice pi على اوميجا ماكسموم فهتبقى pi على اوميجا ماكسموم واميجا ماكسموم تانين زي ما احنا شوفنا هي عبارة عن twice pi فمعنى كده ان تي اس بتاعتي هتبقى بتساوي 0.5 اوكي نخلي بالنا من حاجة مهمة قوي ان تي اس بتاعتنا يعني الرقم اللي موجود عندنا هنا ده ده لما يكون عندي اوميجا هي عبارة عن نايكوست فريكنسي اوكي النايكوست فريكنسي معناها دي اقل اوميجا ممكن ان انا استعملها اوكي طيب دلوقتي انا عايز اختار تي اس تي اس انا ممكن اختارها انها تبقى exactly pi على اوميجا ماكسموم اوكي ليه twice pi على اوميجا سامبلنج كويس ويبقى ده اختياري يبقى اقل قيمة او اكبر قيمة ممكنة لتي اس ليه لان انا لو صغرتها عن كده هيبقى معنا كده ان اوميجا سامبلنج بتاعتي هتبقى اكبر من كده ويتشيز اوكي اوكي يعني كده يبقى انا دلوقتي اخدت اوميجا سامبلنج اكبر من النايكوست اوكي فعشان كده احنا لما بناخد الايكواليتي في الايكويجن دي بقول ان تي اس ماكسموم بتسوي 0.5 لو انا اخدت اي قيمة لتي اس اقل من الماكسموم دي هتبقى تسيل اوكي مش هيحصل اليسي هبقى انا كده احسن من النايكوست كريتيريوم بتاعت ايه بتاعت السامبلنج في البروبلم دي لو انا اخدتها بالشكل ده بالزبط اوكي وهو ده اللي كان مطوف في السؤال هنا يعني كنت عايز اعمل سامبلنج كورسبوندج تو the largest allowed sampling period اللي هي عبارة عن الفالي المقابلة لنايكوست فريكنسي اوكي فكل اللي هعملو هنا ان انا هربلايس كل تي ب .5N يعني بقيت ن تي اس تي اس دلوقتي عبارة عن .5 اوكي فمعنى كده لو انا عملت plug in للتي بتساوي الكلام ده هتلاقي طبعا ان احنا عندنا الاثنين دي هتبقى مع ال .5 هتبقى بتساوي واحد فهيطلع لي تلاتة كوزاين باي ان بلاس باي اوفر فور اه ان دي من ناس انفينيتي لانفينيتي فكده دي تعتبر الدسكريت فيرجن من الكوزاين سيجنال اللي احنا شفناها في بداية الاكزامبل اللي كانت هنا بعد ما احنا عرفنا الدسكريت تايم سيجنال شكلها عامل ازاي وازاي احنا نقدر نحصل عليها خلينا بعد نبتدي نمشي على نفس السيكوانس اللي احنا مشينا عليه في السيجنال الدسكريت تستنوا في أنواع السيجنال اللي احنا ممكن نشوفه فأول حاجة احنا شفناها كانo ال ال insicinal بتاعتي بريوديك ولا ايه بريوديك zي يجب ان اتفايني السيجنال بتاعتي اذا كانتكاد اولا ك accent And definition residential ال insicinal تعت او امرها اناس تبقى . فده او الكونديشن. الكونديشن التاني اني لازم يبقى فيه عندي اقدر الاقي بمعنى صحة. بساميل period of x of n such that x of small n plus k capital n بتساوي x of n. طبعا ناخد بالي من حاجة مهمة قوي ان ال n capital دي بتبقى اصغر قيمة الاقي الكونديشن ده بيتحقق عنده. فباسيكلي احنا بنحتاج ان احنا نثبت في المسألة بتاعتنا ان في عندنا particular n يعني في عندي value n بتحقق الكونديشن ده. ومش بس كده بحاول امكشور ان انا يعني ان ال n دي اصغر قيمة ممكن. لو حصل ان ال n capital دي لقيناها ما هيش انتجر يبقى معنا كده السيجن دي ما هيش period. ده اختلاف كبير بين ال discrete time signals وال continuous time signals. ان ال continuous time signals كان دايما بنلاقي ان ال period بتاعتنا تقدر نطلعها باي شكل. لو فرضا لقينا اي قيمة اي قيمة اللي احنا بنلاقيها دي مهما كانت تنفع انها تبقى period. انما في ال discrete time signals لازم القيمة اللي هي بيحصل عندها تكرار دي لازم تكون انتجر multiple او انتجر value علشان الكلام ده ينفع في discrete time signals. اوكي. طيب. لو احنا بصينا بقى على مثال على كده لو احنا خدنا periodic discrete time signals. اوكي. او في ال n. اوكي. هللاقي انها بتبقى بالشكل دا دايما. اوكي. يعني هتبقى موجودة عند النقطة ثيتا كويس لما باخد N هنا بتساوي capital N يعني اخذها زي دي بالظبط هلاقي ان السجنة بتاعتي عبارة عن N على N اوكي لها واحد فيبقى عندي هنا twice pi M يعني M دي طبعا تبقى انتجر فيبقى عندي انتجر multiple من twice pi اللي هي زيها زي 0 بالظبط فاندب من انا لما بكون N بتساوي capital N ان الحاجة اللي جوه دي تبقى برضو بتساوي ثيتا يبقى معنى كده انا وصلت تاني لبداية الايه بداية السايكل يبقى معنى كده ال N فعلا تعتبر بالنسبة لي ايه تعتبر بالنسبة لي period اوكي فدي حاجة اساسية جدا ومهمة جدا النقطة طبعا نحنا بنتكلم هنا على ان ال frequency بتاعتي discrete frequency بتاعتي اللي هي twice pi M على N radian per second اوكي باسيكلي بنتكلم عليها ان هي دي ال frequency بتاعتي اللي هي ال omega node بتاعتي اوكي باخد بالي من حاجة مهمة قوي لو انا ما كانش فيها عندي هنا twice pi هبقى فيها عندي مشكلة ليه لان ما فيش اي حاجة يعني لازم ال value بتاعت N دي عشان يبقى فيه periodicity لازم يبقى فيها twice pi لازم يبقى فيها pi عموما لو N لو N اللي هي بتجيب لي ال condition ده كان فيها pi يبقى معنى كده مش هلاقي ان signal بتاعتي اللي هي في discrete time هلاقيها انها تكون periodic ما ينفعش انها تكون periodic اوكي هنشوف الكلام ده اكتر شوية عشان نتخيله ناخد مثال علشان illustrate الحاجة اللي احنا كنا نتكلم عليها من شوية احنا دلوقتي لما كنا نتكلم عليها من شوية احنا دلوقتي لما كنا نتكلم عليها من شوية كنا نحطينا بشكل twice pi M على كابتل N في N اوكي فمهمتي دلوقتي ان انا ما بوصع على كوزاين سيجنال تانية او اي كوزاين سيجنال ان جنرال يعني بحاول اشوف كيمة ال M اللي كانت فوق دي بتساوي كام وال N كابتل اللي تحت دي بتساوي كام اوكي ولو لقيت ان هم اللي اتنين انتجر values يعني لقيت لهم انتجر values موجودين كويس ببقى عارف ان ال N اللي تحت دي كابتل N اللي تحت دي هي اللي بتمثل ال period بتاعت السيجنال بتاعتي فلو احنا بصينا هنا دلوقتي مفروض هنا يبقى twice pi يبقى معنا كده twice pi في M على N دي لو انا حبيت احطها بالشكل نفس الشكل اللي انا شفته قبل كده هيبقى عبارة عن twice pi twice pi في واحد على اثنين اوكي دي اللي بتمثلي M بتساوي واحد و N بتساوي اثنين يبقى معنا كده هتطلع periodic with period N واحد بتساوي اثنين اوكي مباشرة كده لو انا بسيت على المسألة الثانية 3 pi N plus pi ما مبصش خلص الجزء بتاع الفيز الجزء اللي بتاع الفيز اللي هنا ده ترى ما مش مضروف في N مليش دعوه بيه خالص فهيبقى عندي في الحالة دي 3 pi دي ممكن نحطها بشكل 2 pi في 3 على 2 اوكي لو انا حطيتها بالشكل ده كده يبقى عندي M بتساوي 3 N بتساوي 2 فيبقى بالتالي period بتاعت السيجنال التانية X 2 دي هتبقى عبارة عن اثنين برضه اي مسألة فيها ساين او كوزاين او e to the j اوميجا كلهم زي بعض بالزبط كلهم يعتبروا سينوسويدال سيجنال فبتعامل معهم بنفس الشكل ده كده بالزبط بقى استمت قيمة ال M وقيمة ال N بندنا نحط الشكل بتاعي في اقل يعني او يعني اردوز الور الفراكشن الموجود هنا ده لأقل حاجة ممكنة ويبقى عندي ال N اللي تحت دي هي نفسها شرط الكلام ده يبقى صحيح ان لازم هما الاثنين يبقى انتجرز لو عندي حالة واحدة فيهم مش انتجر يبقى معنى كده السيجنال مهاش برياضك هناخد مثال على كده ونشوف المثال ده هو اللي بيحقل الحاجة اللي انا كنت بقول عليه من شوية انا دلوقتي عندي كوزاين N بلاس باي اوور فور اوكي باي اوور فور قلنا ده فيز مالوش علاقة بينا كويس يبقى نشوف ال N دي نحاول نحطها في صورة twice by M على N اوكي يبقى معنى كده هنلاقي ايه هنلاقي عندنا ان باسيكلي ما عندناش M و N انتجر بحيث انها تطلق هاري بالشكل ده twice by M على N يعني هل في انتجرز ممكن احنا نحطها يعني نحط هنا M بس باي قيمة انتجر و N كابتل باي قيمة انتجر ويطلع لنا حاجة فيها N طبعا دي حاجة صعبة جدا لان twice by اللي موجودة هنا دي مش موجودة اصلا هنا في المسألة مش موجودة ما عنديش حاجة زيها هنا في المسألة فمعنى كده اننا M على N بتاعت دي هتطلع عشان فيها باي لازم بيقى فيها يعني لو احنا بصينا عليها كده الفاكتور اللي هو M على N ده هلاقي ان هو بيساوي واحد على twice by اوكي لان ده هو ده الفاكتور المضروف في N فلو احنا حطينا M على N دي بواحد على twice by هيبقى معنى كده واحد على twice by twice by تطلع بواحد زي ما هي موجودة هنا فمعنى كده انها Rational Number يعني ما هياش يعني Rational Number اللي هو رقم على رقم integer على رقم integer اوكي فمعنى كده نقدر نقول مباشرة كده ان X of N بتاعتنا is not periodic اوكي فالكلام طبعا الكلام مهم جدا لان احنا يعني احنا ممكن نتخاني دي cosine function كويس يبقى لازم ان احنا لما نعمل لها sampling تطلع برضو انها periodic بس اكشولي هنشوف في السلايد الجاية ان ده الكلام ده مش حقيقي الحقيقي اوكي فدي حاجة في غاية الاهمية اوكي ان مش دايما ان احنا واحنا بنعمل sampling لperiodic function انها تطلع لانا في discrete domain تبقى periodic برضو ده طبعا الكلام اللي احنا بنكلم عليه ده بيأكد الكلمة اللي احنا كتبنا في الاول خالص هنا ان الكونتينوز تايم سينيسويد are always periodic but this is not true for discrete time sinيسويد يعني لو انا كان عندي كلام ده في التايم يعني عندي cosine t plus pi over 4 بالتأكيد تكون periodic انما لو انا عندي دي discrete لا الكلام ده مش شيء يبقى صحيح لازم الكونتينوز بتاعنا ده لو هو twice pi m على n for integer m و n ده لازم يبقى يتحقق الاول عشان يبقى السيجنى بتاعتنا periodic لو ما تحققاش يبقى السيجنى ما ياش periodic طيب خلينا ناخد كالكسرسايز كده نشوف السامبلينج ريت اللي احنا لو احنا عندنا الفونكشن دي cosine t plus pi over 4 الفريكنسي اللي عندي هنا omega node بتساوي كام بتساوي واحد اوكي فمعنا كده احنا بنتكلم على ان احنا لو بنتكلم على السامبلينج بيري بتاعتنا مفروض انها تبقى ايه twice pi اقل منها وتساوي twice pi على twice omega maximum omega maximum بتاعتنا هي واحد اوكي فمعنا كده twice pi على twice omega maximum لا هي pi على اوميجا ده هي بتساوي pi في الاخر اللي ان اوميجا دي بتساوي واحد اوكي فباسيكلي احنا ممكن نحط الكونديشن بتاعنا بتاع ts بتاعتنا اللي هي السامبلينج بيريو بتاعتنا ان احنا نحطها حاجة بالشكل ده كده اوكي علشان نضمن انها تكون بيريوديك لو احنا ما عملناش كده للأسف مش هتكون بيريوديك خالص اوكي لو انا حطيت ts بتاعتي بالشكل ده اللي هو twice k pi على n اوكي لو انا حطيتها بالشكل ده بمعنى صح هيبقى عندي nts هنا فnts ts بتاعتي هيبقى فيها تورمات اللي انا عايزها كلها هيبقى فيها هنا k و n اوكي ودي تبقى استيل اقل من او تساوي pi اوكي فلو انا عملتها بالشكل ده اقدر اخلي السيجنل بتاعتي تبقى بيريوديك وما يبقاش فيها اي مشكلة انما لو انا عملتها سامبلينج بطريقة مختلفة غير الطريقة اللي بحط فيها ts بتساوي الرقم ده كده او بتساوي الراشنال فونكشن دي كده هيبقى من الصعب جدا اننا اوصل اننا خليها تبقى اي تبقى بيريوديك نتكلم على كامل التفاصيل اكتر شوية ان احنا دلوقتي لو عندي a كوزاين اوميجا نوت t بلاس ثيتا اوكي والبيريو بتاعتي هنا بكل وضوح ان احنا عندنا الفريكوينس باعتنا اوميجا نوت يبقى البريريو بتاعتنا twice pi على اوميجا نوت واميجا نوت دي اكبر من الصفر احنا ممكن نوبتين periodic discrete scienceoid اوكي بالشكل ده كده provided that ts بتساوي pi على اوميجا نوت اللي هي عبارة عن t نوت على 2 بشارط ان ts على t نوت تبقى بتساوي m على n اوكي يعني لازم ts بتاعتي sampling period بتاعتي اوكي تبقى بشكل ما لا علاقة بالt نوت ان هما الاتنين يبقوا عبارة عن rational number عبارة عن integer على integer لو دي تحققت يبقى كده معناها ان انا دلوقتي خليت الفانكشن بتاعتي دي في الاخر end up انها تبقى بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده اوكي اللي هو عبارة عن twice pi ts على t نوت ts على t نوت في الحالات هتتبقى m على n فيبقى ساعتها الفانكشن بتاعتي دي هتبقى ايه هتبقى ساعتها periodic اوكي فده اختيار لينا نقدر نعمله ونخلي بالنا من حاجة مهمة قوي ان احنا في الاختيار ده we make sure ان احنا الاختيار بتاعنا بتاع ts ما هواش exactly nycos nycos لو اخدنا nycos زي ما هو كده مش هينفع مش هقلل الحاجة اللي احنا عايزين نعمله اوكي فاحنا بناخد اختيار اقل شوية من nycos يعني ts تبقى اقل من nycos مش الماكسيمم ts باخد حاجة اقل من الماكسيمم كويس بس بيساعدني الكلام ان انا اوصل في الاخل للفونكشنال فورم بتاعي ان يخليلي ts على t نود ده بيساوي rational number فيسمح لي ان الكوزاين سيجنال اللي انا عملت لها sampling ده تفضل periodic نفس الكلام اللي احنا اكلمنا في ال continuous time signals انتني اكلم عليه برضو في ال periodic signals الحالة لما يكون فيها عندنا مجموعة two periodic signals عايزين نشوف اذا كان المجموعة دوت يوصلنا لperiodic signals برضو ولا لا يعني هل sumation بتاع two periodic signals دول هيبقى في الاخر periodic ولا لا اوكي لو احنا افترضنا السيجنال الاولانية x n الperiodic بتاعتها n1 والسيجنال التانية y n الperiodic n2 زي ما كنا شفنا برضو في الcontinuous time signals هللاقي ان ال condition بتاع ان ال summation دوت يبقى periodic ان n2 على n1 بتساوي p على q و p على q ده عبارة rational number يعني p عبارة عن integer و q عبارة عن integer لو الحالة دي تحققت بيبقى ال summation بتاعنا ده بيبقى برضو periodic و period بتاعته بتساوي p n1 او q n2 يعني q n2 او p n1 هم هم اللي بيساوي بعض على سبيل المسال لو انا بصيت لل two signals dhol cosine pi n plus 2 cosine twice pi n على 3 لو انا بصيت لهنا و برضو بقارن twice pi m على n هلقى m بتساوي 1 و n بتساوي 2 يبقى معنى كده period هنا بتساوي 2 هنا لو عملتها برضو twice pi m على n m بتساوي 1 و n بتساوي 3 يبقى period هنا بتساوي 3 يبقى معنى كده لو انا بصيت n 2 على n 1 بتساوي 2 على 3 يبقى معنى كده ان period بتاعتي يبقى ما بتساوي 2 2 3 أو 3 2 في الاخر period بتاعتي سيكون periodic و ثانية حاجة ان period بتاعته تساوي 6 مثال ثاني لو عندي sin pi n plus 2 و cosine twice n over 3 كويس طبعا هنلاحظ ان عندنا السيجنال اولا هي نفس السيجنال هنا هي تلاقي period بتاعتها n 1 بتساوي 2 المشكلة التانية السيجنال التانية هنا ما نقدرش نحطها في الصورة بتاع twice pi n m على n capital لان ما فيش هنا pi فمعنى السيجنال دي اصلا مش periodic يبقى معنى كده ان السمميش مش ممكن يكون periodic لا يمكن ان السمميش يكون periodic إلا اذا كان 2 سيجنال السيجنال السيجنال التانية هما ماليتين برياضا نفس الكلام برضو اللي تكلمنا عليه في ال continuous time سيجنال هنلاقي عندنا برضو في discrete time سيجنال هنلاقي برضو عندنا definitions بتاعة finite power و finite energy اوكي ال definitions هنا ابسط شوية لان احنا بنكلم على discrete numbers هنكلم على summations بدل integrations اوكي فال energy احنا كنا خدناها فهنا نفس الحكاية بالضبط يعباره عن summation من n minus infinity to infinity absolute value x squared هناخد absolute value هنا لانشان لو عندنا هنا complex number بيبقى magnitude هو اللي بيتاخد phase phase مش بيقش معنا لازم energy تطلع positive number positive real number نفس الكلام بالنسبة للpower power px power بتاعتنا عباره عن نفس الحاجة هي هي بس بناخد summation بتاعنا من minus n to n وبقى اسم على period من minus n to 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 n and 0 to n 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 plus 1 وناخد الليمة بتاعنا لما n بتروح ل infinity طبعا نفس الحاجات اللي كنا شوف نها قبل كده إن إحنا لو احنا قلنا إن energy بتاعتنا finite دي معناها طبعا لو هي square sumable بالشكل ده كده يبقى energy بتاعتنا تبقى finite وهي عموما تبقى finite energy لو energy x دي دايما بتبقى أقال من infinity أي قيمة finite أي قيمة أقال من infinity هي عندي finite energy لو أنا دلوقتي عندي signal بتاعتي absolute sumable بالشكل دا يعني لو جمعتها absolute value بتاعتنا infinity to infinity أوكي بسميها absolutely sumable أوكي وتبقى finite power برضو لو هي expression بتاع Px بتاعنا دا كان أقال من infinity أوكي هنتكلم برضو على الجزء بتاع زي ما كلمنا في continuous time signals لو عندي finite support signal هلاقيها بالتأكيد تكون finite energy و زير power أوكي لو بتكلم على periodic signal هلاقي انها الانرجي بتاعتها infinite بس الpower بتاعتها ايه finite أوكي فنلاحز الtwo cases بتقول finite support وبتقول periodic signal هما cases اللي احنا most likely بنقابلهم يعني وبيهمونا ان احنا نتعرف على characteristics بعض لو تريد نتكلم برضو على characteristics time shifting okay scaling والeven odd والحاجات دي كلها طبعا لو احنا عندنا signal delayed by n capital n بنكلم بقى دلوقتي على delay بدلا ما كنا بنكلم على tau بنكلم على delay عبارة عن n samples okay بنكلم على integer number of samples كويس فx of n minus n هي عبارة x of n shifted to the right by n samples أو delayed okay بنكلم علي delay signal okay لو عملت نفس الحاجة ان signal بتاعتي تبقى advanced by m او بتبقى shifted to the left by m samples يعني لو كنت رسم الرسمة بتاعت x of n بعملها shifting to the left by m okay طب لو عندي reflection بقى لو عندي x of minus n okay عندنا بكذا x of minus t بنسميها reflected version من x of n أو x of t okay هنا x of minus n هي reflected احنا برضو ممكن يجيلنا مسألة يبقى فيها definition بتاع الحاجات دي يعني نقول لها delay by 3 أو advance by 2 يبقى لازم نكون عارفين الكلام ده معنا ايه كmathematical expression نفس الكلام برضو اللي هو definitions بتاعت the even or odd or classification بتاع signal بتاعتنا in terms of even or odd functions okay كنا بتقول ان x n او كنا بتقول زمان x t بتبقى even لما يكون عندي x t بتساوي x t هنا نفس الكلام هو هو بالظبط بنعرف x even لو x x minus n يعني x 1 x minus 1 x 2 x 2 2 وانا كذا اوكي هنا ما يهمني ش 0 x 0 0 بتساوي كامل اوكي تبقى زي ما تفرقش خالص يعني x of n odd معناها x of n بتساوي minus x of minus n اوكي يعني عكس الاتجاه بزي يعني لو خدت x of n لازم تساوي ناقص x of 1 اوكي يعني عكس الاشارة الموجودة في positive n موجودة في negative n هنا بقى لو بصينا على الحالة بتاعت n بتساوي 0 هنلاقي n بتساوي 0 يبقى معنا كده x of 0 بيساوي minus x of 0 اللي هي نفسها 0 يبقى معنا كده بقولك ان القيمة عند 0 بتساوي نفسها بالnegative يبقى معنا كده ملهاش حال غير ان القيمة نفسها تكون 0 فلازم x of n عشان تكون odd لازم يكون 0 value بتاعت لازم x 0 بتاعت 0 بتاع even part و odd part أو even component و odd component even component بتاعتي ما سميها x e of n هي عبارة عن x of n plus x of minus n على 2 والقيمة اللي هي odd بتاعتي هي عبارة x of n minus x of minus n على 2 لو احنا جمعنا اللي تين دول مع بعض هنلاقي x of n هنا positive ونص x هنا positive ونص مجموعة اثنين دولة عبارة x of n x of minus n positive وx of minus n negative فمعنى كده دي هتشتعل معدي لو بصيت على السيجنال بتاعتي x of n plus x of minus n لو حطيت n بنائس n عشان نشوف هيحصل هيحصل حقق الكوندوشن ده شوف ان هي even ولا لا هلاقي عندي هنا x of minus n زائد x of n اللي هي نفسها نفس x e اللي انا كنت معرفها من الاول فمعنى كده ان فعلا term ده هيطلع even طب term دوت term دوت لو حطيت n بنائس n هيبع عندي x of n نائس x of n وهو نفسه negative بتاع الحاجة اللي كنت موور negative x odd فمعنى ان اي سيجنال في الدنيا اي سيجنال اي سيجنال موجود عندي اقدر افصلها ل two components واحدة even واحدة odd اوكي فيبقى x e plus x o اوكي x even plus x odd ده الكلام ده general لاي سيجنال اوكي احنا نتكلم على الجزء بتاع definition بتاع even or odd ده حالات خاصة انما ان انا اخد سيجنال اقسمها او اعمل لها composition even component و odd component ده لاي سيجنال كمسال على كده لو انا اخدت السيجنال عبارة عن x 4 minus n 0 اقل من او 4 0 otherwise ده سيجنال عبارة عن لما n بتساوي 0 هتلاقي بتساوي 4 لو n بتساوي 3 هتلاقي بتساوي 1 هتلاقي بتساوي 3 n بتساوي 2 هتلاقي بتساوي 2 ايه n بتساوي 4 لو انا جيت بوسط عليها كده هل هي even ولا odd طبعا كل انها finite support بالشكل ده كده finite support كمان في positive side يبقى معنى كده لا هتكون even ولا هتكون odd مش ممكن هلاقي x minus n تساوي x of n ولا x of minus n فمعنى كده السيجنال دي ما هياش لا even ولا odd طبعا اذا احسب لها even component و odd component even component by definition هي عبارة عن point five x of n plus x of minus n هتكون بقى السيجنال دي وتحسب x of minus n هتساوي كام ونجمع الحاجتين على بعض بكل بساطة نفس الكلام بالزبط هنا لو انا بجيب x odd بتاعتي هتكون عبارة عن point five x of n minus x of minus n نفس الكلام بعمله بالزبط ولاقي برضو ان انا عندي الحالة المهمة جدا لان بتشك على الحال بتاعي بها ان انا اتأكد ان n بتساوي zero عندها قيمة بتساوي zero لان لو هي مش بزير ويعندي مشكلة يعني عندنا في x even ما عندناش مشكلة ان بتساوي برضو زي ما احنا عرفنا شوية basic functions في continuous time signals هنشوف المقابل لهم هنا بقى discrete time signals فهنلاقي u of n اللي هي unit step function هي عبارة عن برضو نفس الحكاية بتساوي واحد لما n اكبر من او تساوي zero بتساوي zero لما n اقل من zero شبه signal الثانية بالضبط مفيش اختلاف كبير في الاختلاف اللي هنشوف في الديفنيشن بقى هنلاقي موجود عندنا في delta of n قبل كده delta of t لو احنا كنا فاكرين كنا بتقول delta of t لما t بتساوي zero undefined كنا معرفين الانتجريشن بتاعها من minus infinity ل infinity او من zero minus zero plus يعني حوالين النقطة اللي فيها البيك بتاعتها او فيها delta function بتاعتها ده كان بيساوي واحد هنا هنا بنعرف على طول مباشرة delta of n انها بتساوي واحد لما انا بتساوي zero و zero otherwise فده عبارة عن simple يعني value واحد عند النقطة اللي هي n بتساوي zero و zero otherwise ف two signals برضو زي ما احنا شايفين كده هنلاقيهم برضو related بس related بقى كان قبل كده related بان u of n هي integration بتاع delta of n او delta of n هي differentiation بتاع u of n اوكي هنا هنلاقي ان العلاقة بينهم بدل ما كان في differentiation او في derivative هنلاقي في عندنا هو فانا difference او هنلاقي عندنا هنا ان انا بطرح u of n minus u minus n ده عبارة عن discrete version of derivative اوكي لها difference اوكي في u of n minus u of n minus one اللي بيحصل ان بطرح كل ال values بتاعتي من اول n بتساوي واحد اول لما تبتدي تبقى موجودة هخلي u of n ال 0 خلي بس ال value لعند 0 هي بس اللي تفضل 1 فعشان كده تبقى هي بالظبط delta of n نفس الكلام بالظبط نقدر نعمله هنا في u of n هنلاقى integration حاجة المقابلة لها في discrete domain هي عبارة عن summation اوكي فالsummation بتاعنا اللي موجود عندنا اللي هو summation بتاع delta of n minus k و k من تساوي 0 لغاية infinity يعني تبقى delta of n zelta of n minus one zelta فهنا differentiation بقى عبارة عن difference والintegration هنا بقى عبارة عن summation لو انا عندي discrete time signal x of n زي ما احنا كنا عملناها قبل كده definition بتاعها لما احنا كنا بصينا على definition بتاع h of n وكنا عملنا description لل signal بتاعتنا بحاجة شبه ال sifting property بتاعت delta function هنا برضو ممكن نحطها بنفس الشكل بالضبط x of n ممكن نحطها عبارة عن x of k في delta of n minus k هي اول حاجة delta of n minus k عبارة عن ايه عبارة عن delta function موجودة عند n بتسوي k فعند n بتسوي k هتسوي 1 وغير كده هتسوي 0 فمعنى كده لما كون بضرب x of k delta of n minus k يبنى فالسيجنل دي ممكن نستعمل او الفورم دي ممكن نستعمل عشان بعد كده نقدر نعمل منها derivation ل h of n بتاعتي او للجزء بتاع linear time invariant system بقيتنا لما بنحطها في شكل convolution integral اوكي زي ما مشينا في continuous time systems و signals كنا 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 الاول على signals في continuous time وبعد كنا كنا على systems في continuous time دلوقت نتكلم بعد ما تكلمنا على discrete time signals نتكلم على discrete time systems نتكلم على properties بتاعاتها برضو والclassifications بتاعاتها برضو عبارة عن ايه اوكي فباسيكلي discrete time system is a transformation over discrete time input signal x of n into a discrete time output signal y of n يعني الفرق اللي كان موجود عندنا الفرق الوحيد الموجود عندنا continuous time systems عندنا inputs هنا ايه discrete ده الفرق الاساسي هاتي برضو نعرف linearity ونعرف time invariance برضو linearity نفس conditions بزبط اللي احنا تكلمنا عليها في linearity في continuous time systems هي برضو بتتحقق هنا لازم two conditions يتحققوا scaling والaddictivity وهم الاثنين مع بعض بيعملوا superposition هم دول two conditions بيحققوا superposition okay scaling معنا كده ان انا لو x of n بتطلع مثلا اللي هو s of x of n operator s applied على x of n يبقى معنا كده لو ده ربط لو حطيت الانبوت بتاعي مضروف في a هيطلع الاؤوبوت عبارة عن نفس الاؤوبوت لكن هيطلع ال x بس مضروف a لو بتكلم على additivity ان لو عندي x of n بتديني s of x of n و v of n بتديني s of v of n يبقى معنا كده لو جمعتهم هما الاثنين في الانبوت هيطلع الاؤوبوت اللي كان هيطلع ال x of n لوحديها زاد الاؤوبوت اللي كان بيطلع ال v of n لوحديها طبعا two conditions مع بعض بنحطهم بقى في الشكل most general اللي هو بقى s of input يعني ده بنسميه superposition لانه هو بحال scaling و additivity نفس الحاجة اللي احنا كلمنا عليها بالظبط في continuous time signals بالنسبة للجزء ده هي نفسها بالظبط بنكلم عليها في discrete time time invariance نفس الحاجة اللي احنا كنا قلنا عليها time invariance كنا بندي مثال عليها لو عندنا مثلا الزرار بتاع مثلا المفتاح النور مثلا دلوقتي لما انا بضغط على مفتاح النور عشان ننور النور هل انا متوقع ان كل مرة اضغط على الزرار يحصل لي حاجة مختلفة هل متوقع مثلا ان انا لما ضغط على الزرار دلوقتي النور هينور على طول و لما ضغط على الزرار بعد ساعة النور هيفضل مض في المود بدي ايه او بعد كده ينور مثلا لا مافتكرش بتبقى كده احنا السيستم بتاعنا اللي هو عبارة عن مفتاح النور ده ده اتبرا واحد برضو من السيستم اللي احنا ممكن نتكلم عليها دايما بيديني الريسبونس هو هو ريجارلس هنديت الانبوت بتاعي امت اوكي فالفكرة اللي عندي هنا في ان انا الاوبوت هو هو دليل او ادفانس بنفس المقدار بالزبط طب دليل يعني برضو ممكن ناس تفكر فيها كده نفكر فيها كالاتي انا دلوقتي لو فرضا برضو مثال بتاع الكيبورد الناس بتقدر ان هي تفهم منه اكتر شوية لو فرضا انا فتح دلوقتي ويرد اوكي ودلوقتي لو انا ضغط على اي زرار هيظهر لي الحرف اللي انا ضغطت على الشاشة اوكي لو انا دلوقتي ضغط على الحرف M اوكي هيظهر لي على طول على الشاشة حرف M اوكي الزرار بتاعي دوت لو هو time invariant معنى كده لو كمان ساعة دست على M هيطلع ل M برضو اوكي لو time invariant معناها ايه معناها اننا لو دست على الزرار دا كمان ساعة ممكن يطلع لي حاجة تانية غير M يطلع لي N مثلا حرف او L اوكي يطلع لي حرف تانية غير M اوكي فعشان system بتاعي يبقى time invariant معنا كده وقت مد input بتاعي output بتاعي هيطلع بنفس الشكل يعني من ساعة ما input يكون جه اول يبقى مثلا يتحط على system بتاعي اعتبر ان دا هو برا T بتساوي zero اوكي هيطلع من T بتساوي zero بنفس الشكل بقى انا حطيت ال input بتاعي امتا اوكي فدي حاجة بغاية الهمية عشان كلنا نتخيل ها وفي الاخر احنا لازم نبقى عارفين عشان يبقى system time invariant ان لو عملت delaying للا input بتاعي لازم output يبقى delay بنفس الشكل delayed او advanced عشان برضو احنا متخيل لو عندنا n plus m يبقى ال input advanced يبقى لازم output بقى advanced اوكي فطبعا عشان احنا نختبر الحاجة دي او نختبر linearity كمان الكل احنا بنعمله احنا بنجرب conditions يعني بنحقق condition متحقق اوكي يعني بحط x n واشوف output يساوي كم وحط x n مثلا واشوف output يساوي كم واتأكد ان الكلام بيتحقق وبرضو نفس الكلام احط 2 inputs مختلفين وتأكد ان output بطلع مجموعة 2 outputs اللي كان مفوضي يطلع او حقق condition بتاع the position right away بالنسبة time invariance بتأكد برضو نحط x بتساوي يعني بدلا ما احط x of n احط x of n plus m او minus m اي حاجة زي كده اوكي وتأكد output بتاع فعلا بقى delay بنفس المقدار لو هو عمل كده يبقى invariant لو output بتلاقي ما طلاش من advanced او delay بنفس القيمة يبقى معنى كده ان هو time varying recursive ولا non recursive او كده زي ما احنا شايفين كده احنا في الاخر زي ما احنا كنا بنبص على differential equations في ال continuous time signals احنا دلوقتي بنبص على حاجة مسميها difference equations في discrete time systems فنلاقي مثلا نحنا نحط output بتاعنا بقية الحاجات التانية كلها بقية الحاجات التانية دي هتكون فيها حاجتين هيكون فيها input بتاعنا بدلayed versions منه مضروف في coefficients معينة والoutput اللي كانت قبل كده الoutput السابقة كمان اللي هي سابقة على n اوكي يبقى n-1 n-2 وهكذا اوكي لو system بتاعنا دوت نقدر نحط بالشكل دوت وعندي هنا initial conditions بتاعتي ل n-1 و n-2 وهكذا ما بتسويش الصف يعني non zero يبقى معنى كده قدر اقول على system بتاعي دوت انه recursive recursive يجيب output بدلة input و outputs اللي فاتت لازم علشان ما يبقاش system بتاعي recursive لازم يكون الجزء دوت مش موجود نسمي system non recursive non recursive نلاقي ان output بتاعي عبارة عن function بس في inputs الحالي بتاعي وال inputs السابقة انما ما هوش input في y خالص يعني y of n مش function في y تانية خالص فدي هنشوف بعد كده ان هي بتطلع لي حاجة بتسميها infinite impulse response system وهنلاقي دي بتطلع لنا حاجة بتسميها finite impulse response system فدي ناخد بانا منها ودي بتظهر بمجرد النظر يعني expression بتاع y of n اقدر اصنف في system بتاعي اذا كان recursive ولا non recursive مثال على كده لو انا خدت دلوقتي moving average filter moving average filter عبارة عن equation بتاع عبارة عن y of n بتسوي tilt x of n زياد x of n minus 1 plus x of n minus 2 لو انا بصيت هنا كده عايز اعرف اذا كان ده يعني اول حاجة اذا كان linear ولا مش linear اوكي لو انا جربت condition بتاع linear اي حاجة فيها linear function of x او derivatives من x او هنا delayed version من x كل delayed version دي still ok نا يكون linear وما يفعلش مشكلة اوكي فيبقى system ده شكله فعلا انه هو linear اوكي طب هال time invariant لو انا حطيت هنا n بتسوي n minus m هيبقى عندي كل حاجة هنا نفس يعني كل ال x الموجودة عندي هنا هتبقى delete بنفس المقدار هيبقى معنا كده هي فعلا هت delay output بنفس المقدار فبالتأكيد هتطلع time invariant هل system بتاعي دوت recursive ولا non recursive هل احنا شايفين y of n function fix بس الو input بس ولا input output شايفين function في input بس طبعا function في input بس ما فيش ay y خالص في expression ده يبقى بالتأكيد y of n d أو system بتاعي اللي هو متعرف في equation دي معنا صح يعتبر non recursive system أوكي non recursive أو f i r أوكي finite impulse response لو خدنا مثال تاني حاجة بنسميها autoregressive discrete filter أوكي ده بيبقى defined بال expression دوت y of n بتسوي a y of n minus one plus b x of n أوكي لو احنا بنبص برضو على حاجة زي كده ونعرف اذا كان الكلام ده recursive ولا مش recursive واضح جدا نحن عندنا y هنا ناحية التانية يعني لو خدنا مثال تاني autoregressive moving average بيبقى في عندي برضو هنا نفس الحاجة اللي كانت عندنا هنا أوكي 0.55 n plus x plus x minus y يعني في كذا input للx وفي برضو still inputs لل a يعني في عندنا جزء من equation بتاعتنا function في previous outputs أوكي يعني output الحالي function في inputs الحالية والسابقة وfunction السابقة حتى لو واحدة بس هيبقى الكلام ده يعتبر برضو إيه يعتبر برضو non-recursive يعتبر recursive system ف two systems دول أمثلة على recursive systems ودي الحقيقة أمثلة بتخطي تعمل كتير الحقيقة فعلا يعني الحاجات دي التrogressive filters دي موجودة كتير الحقيقة في applications مختلفة في additional signal processing طيب احنا of a difference equation يعني general form بيبقى بالشكل ده كده يعني y of n تعرفها in terms of يعني weighted average من previous outputs زائد weighted average في الانبوت الحالي والانبوت السابق يعني كل كل الكلام اللي احنا شايفينه في الانبوت بتاعتنا دي برضو ندر نحطه في الصورة اللي احنا شفناها قبل كده انه عندنا في حاجة اسمها zero input response zero state response طبعا لو بتكلم عن zero input يبقى معنا كده كل الاحيس دي مش موجود يعني بتكلم على الترم الاولاني بس هو ده اللي نحسب منه القيمة بتاعت y zs او zero state response بتسوي كام لو انا بتكلم عن zero state zero state بتاعتي يبقى معنا كده state هي نفسها y يبقى معنا كده بأسيوم الجزء ده ان هو بصفار يعني initial conditions بتاعتي كلها بتسوي صفار وبحسب بس output بتاعي نتيجة للترم ده زي ما احنا اتكلمنا على الconvolution في linear time invariant systems في continuous time يعني systems هلأ عندنا نفس الكلام هو هو بالظبط موجود عندنا في discrete لو انا عندي linear time invariant system with impulse response h we can show that the output can be computed as y بتسوي summation من k بتسوي minus infinity infinity x h n minus k هي نفسها برضو زي ما احنا شوفنا في الناحية التانية في continuous time نحنا ممكن نقل بالتنين دول مكان بعض يعني غير الvariables بعض وخلي x n minus m h m لو احنا فاكرين هو نفس expression بالزبط بس بدلا ما كان في هنا integration بقى في هنا summation وهنا الvariables بقيتنا كلها بقى discrete ما فيش اي حاجة مختلفة خالص فمعنى احنا عندنا h convolved مع x هي نفسها بتسوي x k h n minus k هي نفسها عبارة x n minus k h k لان نفسها operator يعني معنى كده برضه بيحق linearity properties احنا شفناها قبل كده هناخد مثال على ده دلوقتي حالا لو انا عندي f system نكلمين عليه من شوية هو non recursive form y m بتسوي summation k 0 n minus 1 b k y k كويس لو احنا قررنا الفورم دي بالconvolution form اللي احنا شايفنا من شوية هنلاقي ان b k الموجود عندي دي بتعرف لي h of n بتاعتي بتسوي كام اوكي فباسيكا لاقي h of n عبارة عن b zero في delta of n زي b 1 delta of n minus 1 وهكذا يعني coefficient b k الموجود عندي دي هي عبارة عن h of k actually اوكي فده تبقى في منطقة البساطة تورينا ان احنا already بنستعمل في الفورم دي بنستعمل convolution integral عشان نحسب output بتاعنا بيسوي كام اوكي طبعا هنه هنا مش ماشي infinity infinity لان من الواضح ان احنا عندنا bk دوت ده finite sequence يعني واضح ان احنا bk لما k بتبقى اقل من zero او بتبقى اكتر من n او otherwise برضو في بعض النوتاشن اللي احنا نشوفها عندنا لو كان عندي في ال h n بتاعتي وراء h n تانية يبقى معنى كده الحاجة اللي بتطلع لي هنا هي equivalent h 1 يعني هما دي عبارة عن ال 2 و 4 بعد يبقى معنى كده التوتر بتاعهم يبقى h 1 convolved مع h 2 يعني اللي هو cascade form فهما الاثنين دول 2 block diagram هما equivalent للblock diagram دول لو هما parallel بالشكل ده يعني x d d h 1 d h d d d d d d و في الاخر الابو بتاعهم بيتجمع يبقى معنى كده هيبقى h1 plus h2 وطبعا هنا نقدر نبدل الاثنين دور برضو مافيش اي مشكلة خالص ده connotation و كبيرس عشان يبقى اخدين بالنا نحن لو في عندنا كذا function وربعات أو system وربعات how to combine systems بعد دي فزي ما احنا شفنا كده في عندنا cascade form والparallel form كويس cascade بكون envolve impulse responses الparallel form بعمل summation لل impulse responses طب لو انا اخدت بقى مثالة على discrete time system find the impulse response and the output for x of n of n of a moving average filter where the input x of n and the output is y of n وكي y of n given بالشكل ده ده الموving average filter لو انا بصيت على الشكل ده كده هلاقي ان انا ممكن احطه بقى بشكل convolution integral بتاعي وكي ولاقي ان عندي x of n مضروبة في tilt وx of n minus 1 مضروبة في tilt برضو وx of n minus 2 مضروبة في tilt برضو يبقى معنى كده h of n بتاعتي عبارة عن tilt delta of n زائد برضو tilt delta of n minus 1 طبعا تلت منتخذ بره عن مشترك يعني هنا مجموعة زائد باضيها كده زائد delta of n minus 2 لان لو احنا فاكرين كان عندنا y of n بتساوي summation بتاع h of k في x of n minus k فواضح ان هنا n minus 0 n minus 1 n minus 2 فمعنى كده الحاجة المضروبه في دي هي عبارة عن h of 0 حاجة المضروبه في دي هي h of 1 حاجة المضروبه في دي هي h of 2 لو حبيت احسب الاوپود بتاعي بقى بكل بساطة انا عارف ان x of n بتاعتي بتساوي u of n يعني هي بتساوي 0 لما n أقل من 0 فمعنى كده يجس بقى اول هنا n بتساوي 0 فيبقى دي 0 كمان يبقى ناقص 1 احط هنا 0 يبقى دي ناقص 2 x of 1 x of 2 2 2 بيساوي 0 يبقى معنى كده عندي tilt 1 يبقى ايه يبقى بيساوي tilt عند y of 1 يبقى عندي x 1 لها قيمة 1 1 وx 0 لها قيمة بتساوي 1 وx 1 برد وستيل هتساوي 0 فاطلع لي هنا 3 x 2 نفس الكلام يعني هنا لو انا عايز احل ال difference equation دي بكل بساطة ابتدي عند القيمة اللي انا عاوزها وابتدي عاوض بعد كده في ال equation بدلالة input بتاع بيساوي كام عشان نحسب ال output بتاع بيساوي كام واحب برضو ال definition اللي اتكلمنا عليها في الجزء بتاع continuous time signals اللي هي causality بتاع discrete time systems causality معناها ايه معناها هل output بتاعي ده طلع بسبب ال input ولا مش بسبب ال input ولا مقدرش اربط الاتين ببعض دي الحاجة اللي احنا كنا تكلمنا عليها قبل كده في الجزء بتاع continuous time systems كنا بيقول نحنا عندنا لو output بتاعي طلع قبل ال input بقى مش ممكن يكون causality يعني لو انا دلوقتي قبل ما دوس على الزرار بتاع keyboard لقيت في حرف طلع على الشاشة هل الدوسة بتاع keyboard اللي جاد بعد هدي هتبقى مسبب الحرف اللي قابلي ها طبع مش منطقي كلام ده causality يعني في الحال دي ما هيش منطقية فما يستحسنش نحنا يعني نربط dbd فباسيكلي ال2 conditions بتاعنا في discrete time بدول على discrete time system بتاعنا انه causal if whenever the input x of n بيساوي zero and there are no initial conditions the output y of n بيساوي zero يعني طول ما input بتاع بيساوي zero ما وما فيش اي initial conditions موجودة خلاص يعني initial conditions بتاع zero لازم output بيساوي zero لو انا كنت بكلم على الموضوع بتاع keyboard ده معناها ان انا دلوقتي x of zero دلوقتي بتاع zero وعند الوقت دوت لو ما حصلتش في اي حاجة خلاص في input output بتاع non zero يبقى معنا كده output ده اكيد مش طالع من input ده ملوش علاقة بال input ده ب zeros ويعني zero مش ممكن يطلع حاجة في output طيب condition التاني the output y of n does not depend on future inputs يعني لو انا لقيت الاسبريشن بتاعي في y of n function of n plus one يعني function of n plus one يعني function دلوقتي يعني output تطلع عند n بتساوي zero معتمد على ودي حاجة مش منطقية ان انا تاني اطلع output بناء على input مستقبلي ده ما هواش causal اوكي والاتنين دول حقيقة ندر انحققهم لو عندنا لو احنا بصينا على impulse response بتاعنا لو impulse response بتاعنا بيساوي zero لما اقل من zero انا بتأكد ان هو ده causal اوكي فباسيكلي يعني لو انا signal بتاعتي causal بيساوي zero لما اقل من zero يعني لما اكلم على system بقول على impulse response ان هو zero لما اقل من zero لما اكلم على signal يبقى معنا كده x بتاوي zero لما n اقل من zero فكل الاحوال لما يكون عندي causal linear time invariant discrete time system with a causal input x of n output y of n بيبقى infinity لانا عارف signal بتاعتي x of n d اصلا قبل zero ما كانتش موجودة فهنا لو حطيت k minus infinity x of minus infinity اكيد بتساوي zero x لغاية ناقص واحد كلها بتساوي صفار فعليا اللي بقى انا كده بجمع term ات ما لغاش اي قيمة خالص اوكي فدي حاجة مهم جدا عشان نقدر بنها ايه نسام بقى بتاع ال conclusion integral بتاعنا نبتدي من عند zero بدلا نبتدي من ناس infinity المسال على كده برضو لو خط y of n بتساوي x squared of n هل ده causal ولا مش causal نتكلم عن causal الاول وبعد نتكلم على بقية الحاجات التانية هنا دلوقتي x at n y y at n معتمد على input at n ده اوكي ما فيوش مشكلة طالما انا معتمد على inputs وال inputs دي يام دلوقتي يام سابقة يبقى مشكلة causality موجودة اوكي انما لو كان فرضا هنا n بدلا ما كان n هنا كت n plus 1 يبدأ اغطو مش causal بالنسبة linearity هل ده linear اول حاجة طالما الاقي عندي y function x وx non linear function يبقى انها non linear ومن غير ما ادور ومن غير ما اعمل ومن غير ما اعمل اي حاجة خاصة لو عندي مثلا هنا بدل x كعندي cosine x cosine x هي non linear function ما ينفعش ان اقول انها تبقى linear لو عندي log x فهذه بالتأكيد non linear هل هي time invariant لو حطت هنا n حطت هنا n minus tau أو n minus n note يبقى معنى كده once انها كده فعلا بتساويها يبقى معنى كده time invariant على فكرة ما فيش اي حاجة تتعارض بان system بتاع يكون linear time invariant non linear time invariant linear time varying non linear time varying يعني كل واحدة فيهم independent linearity time invariant causality كل واحدة فيهم independent ممكن تكون اي حاجة ولا هاش علاقة بالبقائين ما ينفعش اقول لنا عشان linear يبقى لازم تكون time invariant لا مش لازم اوكي فلا اخب بالنا من حطت لو خادنا نفس السلسم نحنا شفناه قبل كده اللي هو moving average بتاعنا بس عملنا له shift شوية اوكي كان عندنا قبل كده n وn minus 1 وn minus 2 لأنا عملت له shift دلوقتي بحيس ان هو بقى centered عنده 0 بقى عنده قيمة عند n بتسوي 0 وn بتسوي 0 وn بتسوي 1 لو انا بسيت عليه كده اول حاجة طبعا ده هيطلع بتعتمد على futuristic input اللي هو x at 1 اوكي ويضيع الconciliation بتاع causality يبقى هنا causality مش متحقق لو انا كنت خليت dn وn minus 1 وn minus 2 ما كانش يبقى فيه عندي مشكلة ان انا اقول على الفنكشن دي انها او على السيستم ده بمعنا صح انه هو causal انما بالشكل ده كده bound out stability بيتحقق برضو هنا وهنا بيبقى ابسط شوية لان عندنا عادة لما بنكلم عن حاجات discrete لما بنكلم عن summation بيبقى ابسط بكتير وممكن احنا على الكمبيوتر نحسب بيبقى يعني اسهل بكتير من integration حي اوكي فنفس condition بتاعنا بيتحقق برضو نحنا عندنا summation بتاع h h k عند كل bounded تاني معناها ان هو اقل من infinity يعني مهما كبر الرقم still اقل من infinity بقى still bounded اوكي بيلاقي عندنا نحنا بسطينا على system بتاعتنا لو عندنا system non-recursive دايما بيكون bounded input bounded out stable لان احنا بيسيكي نجمع مجموعة حاجات كلها bounded يعني output بتاعنا عبارة summation of bounded inputs اوكي فمعنا كده summation بتاع اي عدد من bounded input هتلاقين في الاخر يطلع bounded output اوكي العكس بتاع الكلام ده بقى نلاقي في recursive systems or infinite impulse response نتيجة لحنا عندنا في back component اننا دلوقتي output بتاعي معتمد على output في previous times اوكي فمعنا كده ممكن يطلع لدينا حسب ال values اللي موجود عندنا مضروبة في y دي هتلاقي ان output ده ممكن يطلع bounded وممكن ما طلعش bounded اوكي فلو انا حبينا ناخد مثال على كده ممكن نفكر مثلا في المثال عندنا مثلا y of n بتساوي y of n minus one plus x of n اوكي لو انا عملتها بالشكل ده كده هلاقي عندي ان الجزء بتاع y of n minus one اللي هو الموجود عندي ده ده كل مرة هيزود ال output بتاعي كل مرة ال output بتاعي هيزيد regardless ال input بتاعي كام فمعنى كده ممكن نوصل في الاخر ان ال output بتاعي ده يبقى القيمة بتاعته لو انا حطيت inputs يعني على l positive هلاقي دايما ال output بتاعي ده معنى كان هو يكون run recursive لو هو recursive لا اخد بالي بقى ولازم اعمل اختبارات زيادة عشان اشوف اذا كان هو هاي bounded input bounded output stable ولا ما هو كمثال على كده لو انا عندي ultra progressive system بالشكل دوت هيبقى عندي component اهو component اهو ال previous output و component في input الكلام ده زي ما احنا عقولنا ده recursive فلو بصينا عليه كده هلاقي ان احنا لو حطينا input بتاعنا او كان عندنا h of n بتاعتنا عبارة عن point five to the power n او هنلاقي بمعنى صح ان h of n بتاعتنا 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 هيساوي الكلام ده هنعرف ازاي نحسب الكلام ان شاء الله في المحاضرة بتاعت z transformation فمعنى كده لو انا خدت absolute value بتاعتنا وجمعتها من minus infinity ل infinity هلاقي ان الكلام ده في الاخر يطلع له رقم بس عشان هنا في point five لو فرضا انا دلوقتي بدلا ما حطيت هنا point five كنت حاطت رقم تاني حاطت حاجة تانية غير ال لو كان دي واحد لو كان دي واحد لا هتلاقي الدنيا اختلف خالص لو حطينا واحد يبقى معنى كده بنعمل summation لواحد من minus infinity ل infinity عندنا مشكلة ان احنا عندنا system بتاعنا يعني بيجمع infinite number of ones فيطلع في الاخر بانفينيتي ففي فرق هنا لو حطينا point five فانلا هي ثلاث اخر absolute system بتاعي absolutely summable لو h of m بتاعتي absolutely summable بشكل ده ولو انا حطيت هنا رقم ثاني بواحد هلاقي ان ده مش absolutely summable ففي الحالة بتاعت point five d هي system bounded input bounded output stable لو كنت حاطت بدل point five d one ما كان هي بقى كده كان هي بقى مش stable برضو في عندنا مجموعة من الاسئيلة ممكن نحنا هنجرب فيها الكونسبت اللي هنشفناها في المحاضرة دي يعني انا اشجع الناس كلها ان تشتغل الحاجات دي بادي علشان تفهم الكونسبت كويس والحقيقة في ميزة في الكتاب اللي هنشفنا بانه دوت ان هو فيه Partial Solutions Available من الـ Student Section بتاع التكستبوك ويب سايت ممكن برضو لو حد كان في عنده الكونسبت